موسيقى نحن بدورنا كمتضررين من هذه الجائحة كيفما تتعرفوا أن العالم كله متضرر ويعني جائحة عالمية صفت العالم كامل ونحن كنا جينا أملين في الله تم هذه المؤسسة باش أنهم يجيوا ويفتحوا معنى واحدة بالحوار كيفما تتعرفوا أن أغلب الناس كما تعرفوا السياحة فهي ما متضرر ونحن جينا الطالبين باش نفتحوا باب الحوار كيف قلت معادي السيدة إلا أن نشوفوا التعند فهي ستة البفوج هنا ورفضت الحوار ونحن ذهبنا على الساعة الثانية ونحن متوجدين هنا وصبقوا بحضور السلطة هنا جاءت السلطة القضائية جاءت عينات المسائل وجاءت السلطة في إسلام المقدم جاءت عينا الحالة والحمد لله كما تشوفوا نحن نحن نحطر من المسائل الجنة لا مسافة الأمان ولا رغم أننا نحن نرى عدد كبير جينا نحن نبذ كالجنات نصيقية حاولنا باش ما يكون شاديك تجمع ما يكون شاديك الاكتضاد ونحن نحن نحن مجدد لأننا كيف تتعرفوا جميع المؤسسات وقاله على صعيد الوطني وعالمي كل شيء متأذر تحت السيدنا الله ونحن نرى بحال التصرفة هدو فصراحة الله ذاتي تطرف النفسي لدينا وليدي التلاميذ وليس في صالح للمنظومة التعليمية ولا في صالح حتى شيء حد ونحن نرى حتى ساعة واخرنا نرى مستهدنا نتحاور مع السيدة ونطلب من الله الله هدية ونطلب من الله أن تصلوا لشي حل كيفما تصلوا له جميع المؤسسات أنا من الناس اللي مضطرين من هذه الجائحة الكورونا وكان قرر الولد ديالي في المؤسسة اللي كان قرر الوليدة ديالي في المؤسسة ديال بو حكاز وكان عندي مشكلة مع الإدارة ما كانتش أديت الواجيب وهم يقطعوا لي الدروس البنية ديالي كانت قرر في الرابع وجيت عندهم وقالوا لي يا إلا ما أديتيش راما غاديش نتلقوا لها وفعلا مشيت سلفت وتكلفت وأديت ليهم الواجيب ديال عندي جوجبنيات هنا في المؤسسة ديال بو حكاز ومضرر وما حابس من الخدمات الساعة ما عنديش حاجة اللي غادم يلا قيم بواجبة ديال الوليدات والعائلة قالوا لي يا تخلص واقطعوا لي يا الوليدات حتى خلصت عادت لقوا لي يا الواتساب الليبنية لا خلصت شهر ثلاثة قالوا لي خلصت ولكن أنا ما أعجبتني شديد القطعان اللي قطعوا لي الليبنية عشر يام وما قطعين لي على الواتساب حتى تحتاجت لي من الفلوس عدا أعداد لقوا لي الواتساب المهم حنا يا من ناس المتضررين من هاد الجائحة ديال الكورونا بكوننا كنشتغلو في القطاع ديال الترميم والبناء والأغلبية كانت نشتغلو مع الأجانب سكيفا مليجات الجائحة تدررنا مباشرة من هاد الأزمة الاقتصادية اللي كاينة وحاولنا باش نتواصلو مع المؤسسة لأنه الوليدات كاينة مؤسسة خاصة نتواصلوا معهم باش يديروا معنا شي حل يائم ما يديروا معنا تخفيض ولا يديروا معنا الإعفاء الكلي لأنه الأغلبية ديال المؤسسات الخاصة كلما تضامنوا وزعمها مع الأسر اللي فقدت العمل ديالها والأسر اللي تدررات مباشرة فإذا بنا كالقوا بأنه سيدة المديرة رفضت الحوار بشكل نهائي واليوم ما جينا عندها شدوا علينا الباب جينا مع الجوج مخلاونا شتميسون تواصلوا معهم دقينا عليهم محلج بقينا احنا يعلى بالرادية للمؤسسة احنا والحاريس يعني كنا كان تضروا واحد الحوار وكنا كان تضروا واحد زعمة حوار سلمي ويدي بينا وبين المديرة باش لقوا واحد المخرج سيخطو أنه الدراري عندهم هاد العام امتحانة الإشهادية وهي امتنعت أنه الناس اللي ما خلصوش ما بغاش تعتهم الكونفوكاسيون باش يدوزوا امتحانات وما بقلنا احنا غير شهر انشاء الله احنا يعلى الابواب الامتحانات ما عرفنا شاشنا هو الحل لذلك كان طالبوا من السلطات المعنية واسميتهم باش يتم الانصاف دينا في هاد الميلة مطالب دينا اولا اعفاء الاباء المتضررين من هاد الجائحة ثانيا تخفيض 50% الباقي الأسر كما فعلت مجموعة من المدارس في مدينة موراكوش ثانيا ثالثا استرجاع المستحقات لوجبات الشارية لباقي الأسر لأنه كان بعض الأسر اللي تحت الضغط وطحت اسميتهم تقطعوا عليهم الدروس عن بعد ويجوا وخلصوا تسلفوا الفلوس وما عندهمش باش اسميتوا ويجوا وخلصوا دابات يطالبوا باسترجاع عادوك المستحقات ديالهم خامسا بغينا تأسيس جمعيات الاباء لأنه عندها واحد طور كبير وبغينا يكون تواصل مع المديرة ما جينا وستت علينا الباب وهذه الشيرة لا يشرف اعتقد بأنه من المؤسسات الصوفية من المؤسسات السباقة في المنظومة التربوية على سعيد مجيهات من ركش أسفي وليد باب الحوار دائم نفتحه وبوابها دائم نفتحه للتواصل مع الاباء واحنا على التواصل دائم ومستمر مع الاباء في إخبارهم بجميع المستجدات والمتغيرات اللي تتهم المنظومة التربوية تتهم سيرورة تمدروس لأبناء جيرهم بالنسبة للحوار والاتصال مع الاباء هذه الاباء هذه ومجموعة من الاباء اللي شدتوا الان ولا اللي ربما اللي تسنتوا لهم هم مجموعة من الاباء اللي منعوا على أساس أنه يدون المستحقات اللي عليهم تجاه المؤسسة وبالنسبة لنا عمليين أنه عندما نكون بصدد مطالب نقدموا وثيقة منطلابية أو نعينوا أو نرشحهم جموعة من الأشخاص اللي ينبع لنا باش يوح 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 إن الناس باقي نحن كنا سباقين عشروو ابريل ذربنا بيدينا إخباري الاباء على أسس أن الخدمات مستمرة نديلة تعليم عن بعد مستمرة والعدة الرقمية تقريبا وافية والعدة الورقية ركينا حتى نحو تسدعنا حيال الاباء ومن جمعتا من الاباء استجبوا وانتضمنو مع المؤسسة في هاس الظائقةence وفي هذه الزمال عائمة وتضامنه معها والدو المستحقات اللي عليهم إلا أن هناك بعض العناصير اللي ما أدوش المستحقات اللي عليهم وبدو تيناورو بشكل أو بآخر على أساس تملص من هذا المستحق هذا فأنا نقول لك كنت نقول لك نحن 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 لذي mund لا 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 ولا حقوقت لذي كان القيام بالفرمنال ولكن الذي يجي عندنا وتخطب معنا وتحور معنا تلقاوله الصغة من الصياغة التي هي ملائمة لا بالنسبة للمؤسسة ولا بالنسبة لحالات بالنسبة لما تضمنوا هذا البيان أن هذا البيان استمر إمتداد للبيان السابق الذي صدرناه في عشر أبريل والذي كشفنا فيه على مجموعة من الخدمات وتسهيلات منها أولاً تسهيلات المرتبطة في الإعفاء من المجموعة والخدمات وتقديم تسهيلات الممكنة في حدود تبريرها بالوتائق الضرورية واللزيمة التي تطلبها المؤسسة وعندنا ملفات وستجملنا واحد العدد للناس يقولون أننا لا شهرنا شيء رقم خيالي نهائياً على أساس أننا كمساعدة أو كتنازل تندرس الحالة بحالة بالنسبة للحالة اللي فدات علينا وقدمت طلبتها نحن نستعدين على أساس أننا نحلوا المشاكل اللي ممكنة معهم يعني انتخذتوا إجراءات؟ إجراءات كينا متخذوا على قدم وساق مشاهرناهاش ولكن تندرسوا كل حالة حالة حسب البيانات والإتباتات المتوفرة لدى طالب طالب الحق أو بين قوصين طالب الحق فالنسبة لنا الآن بالنسبة لجميع الأباء اللي فقدوا العمل دي لهم بصفة كلية يكبتوا لنا بأنهم تفتح تنعف فيهم بعض النسبة معينة حسب اللجنة مختصة سيدا المديرة شكلات اللجنة مختصة لدرسة هذه الملفات ودرسة هذه الحالات والتجاوب معها والاستجابة لها بالنسبة للحالات الأخرى والناس اللي يخدمين في قطاعات غير منطمة والقطاعات غير مهيكرة الإدارة فتح الباب على أساس أن الدرس هذه الحالات دي لها على حدة بالنسبة للناس الموظفين بالنسبة للناس الموظفين هادوا متنستنومون لأنه غير متضررين باتاتا بالإزمة ومدامة الخدمة كاينة وكاينة بنسبة دي المئة في المئة وكاينة بشهادات وإتباتات جميع المنابر على أساس أن مؤسسة صوفيا من ضمن المؤسسة الرائدة في المجال دي لتعليم عن بواج بالنسبة للحالة الأخرى أنه هاد الناس هادوا احنا معرفنا الصفات دي لهم معرفنا اسماءهم ولهذا منطقيا يعطيونا المطالب دي لهم ويعطيونا اللي أحد دي لهم ونعرفوا إحنا ما عم تنتقاتهم هما جاءوا لأنا في مندراسة ما عرفنا شعيش يجمعوا وقفوا تماما دقا علينا حد مطلب مننا حد مقابلة ولا تصريح ولا توضيح كيف تلطوا أنتما أنتما الأنفس تلطوا إحنا عطينا لكم أساس صوفيا من ضمن مؤهية متباهنية من ضمن المؤسسات اللي احتفظت من موارد البشر جلها جملة وتفصيلا لكإداريين وكتربويين وكخدماتيين واستفدوا من جميع المستحقات دي لهم بدون نقصان وشملت هالطلت شهور كله هي وهذا أمر مشكورة به المؤسسة ومشكورة عليه لأنها هاد الناس هادو ما حرمتهمش وعندكم الآن شهادات او لا إتباتتي لوغيتوها راكينا في البيان بالإضافة لبعض الشهادات شكرا بالنسبة لي أنا مستخدمة هنا يا وبنسبة للأبنات كلنا وما إحنا ما نقطع نشعل العمال بالنسبة قادية الخلاص زيال نحن رام دي كلاريين ولكن ما أعطتناش الأسدال لسنسيس لأنها كانت خلصو تخلصتنا وباقي الحد لأن كانت خلصونا ما نقطع نشعل العمال وأنت كيف تتشوف راي البناس كلنا هما محبسة ستة شي وحدة فينا اشتركوا في القناة